اشتركوا في القناة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور حج المبرور هو الحج المقبول الله عز وجل يرزقنا وإياكم حج مبرورة وسعيا مشكورة وذنبا مغفورة النبي عليه الصلاة والسلام قال حجوا قبل أن لا تحجوا ما كنا ظن أنه في يوم من الأيام يظهر كما يظهر الآن هذا الوباء والدنيا مترشحة لأشياء استثنائية صار الإنسان يشتهي أن يطوف ببيت الله عز وجل وهو من أهل مكة ولا ينال ذلك سأل الله عز وجل أن لا يحرمنا حج مبرور الحج بتوج الإنسان في يعني العبودية ما في أعظم من عبادة الحج الحج يحتوي كل العبادات بالحج فيه نفقة كيف الإنسان بينفق من ماله وقت الزكاة لأنه بده يجمع مال حتى ينفقه في سبيل الله عز وجل في الحج الصلاة في الحج الصيام الإنسان إذا كان انتابه شيء فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعتين إذا رجعتم في الحج يجدد الإنسان انتماءه إلى دينه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لذلك الحج مهيك والله الله يرحم أيام زمان حط الفيزا وروح في مرة أخ شفته جاي بأوعي على مكة والحج شو قالي من الحج بتقول له أوعيك قال لي ما بعرف والله بتقول له شلون قال لي أنا جاي أسألك الأخ ما لهم أحرم لسه ما يعرفه شيء بده يجهز حاله الإنسان يتوب إلى الله ويتخلى من ذنوبه بتوبة صادقة قبل أن يذهب إلى الحج في شروط للحج أول واحدة بده يتوب إلى الله ويجدد توبته اثنين أنه يكون المال حلال قال لي من حججت بمال أصله سحت مال سحت في ناس بيحجوا كل سنة ما حججت ولكن حجت العير من الحج الجمل لحج لا يقبل الله إلا كل خالصة ما كل من حج بيت الله مبرور شو كل واحد راح كل واحد أدم امتحان نجاح بزماني قدمت مادة اسمه قانون تجاري بالحقوق قدمنا 3666 طالب نجح 48 لو كنت آلاف المهم الواحد ينجح هاي من عبد لعبد فكيف عند الله عز وجل لا يقبل الله إلا كل خالصة هذا المال بدأ كون شو هذا الله إذا لا أنسى يعني موقف صار معي من من شي 13 سنة 14 أو يزين اجي أخ سجل على الحج بعد ما راح بشي يومين ثلاثة اجيت بنته هل ممكن تعطينا المصاري لدفعه للوالد خير هل والله يا دول المصاري اللي عنده مراكزين يعني نحن شاكين فيهم أنه يكون فيهم هيك هيك هدول حلال مية في المية جابين هدول الخمسميات الأديمة هدول قال أنا مجمعتهم خمسمية خمسمية مو المشكلة أن نبدل هذا بهذا أنه يكون الإنسان يعني يعرف مقصده من هذه إيش الطع وبده إيش بده يكتب بوسيطه قبل ما يمشي وبده بده يجهز الرفقة الصالحة لأنه الرفيق قبل الطريق بمكة يا بتكون عابد قانت راكع ساجد يا بدك تأيش نقرأ ختم أنوياك ختم يعني والإنسان دي ضل يعني يقرأ 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 دل له نقرأ والله بنصف الطريق أنهينا الخدمة فيه إنسان بيخليك بأجر ثواب وفيه إنسان يعني مهمته روح نشوف المطعم الفلاني والأكل الفلانية والشرب الفلانية فيه إنسان بده بده يذكر الله يعني روح يطهر قلبه من المعايب في تلك البلاد أخوانا اللي بأندنوسيا واللي بالفلبين ومن تلك البلاد لما بيصلوا لما يوصلوا على مكة وكأنهم كانوا نوصلوا على الجنة على الجنة ما بيناموا بالليل نحن سبحان الله صفيا يعني الآن صرنا زمان يعني أهل الشام ما راحوا الله لا يطفئ في قلبنا جذوة الحب والشوق إلى تلك البلاد طيب بده يجهز حاله تكون عنده برنامج وتزودوا من إيش تحط الشنتاء تزود كلين موالح كلين حلو كلين وتزودوا فإن خير الزادي تقوى تزود مسبحته معه مصحفه معه هدول هن العدة ها جهز حاله والله ما عرف أخوان كرام زراح على مكة بفوت الصوح من الحرم ما بيطلع للعشاء وهو عابد قاند مرة شفت أحد أخواننا الكرام تلوه شو بقى برنامجاك قال لي بصلي العشاء بروح بنام ساعتين ساعة 12 ونص وحدة ينزل على الحرم ويناجي الله عز وجل وينظر إلى هذه الكعبة سبحان الله يعني النظر إلى الكعبة إيش عبادة تنزل الرحمات تستجاب الدعوات هذا الإنسان إيش الفهمان في ناس بروحوا بيتابعوا المسلسلات صدقوني في أخ كنا نحن بيام الحج بتقولوا ما شفتكم بارح كان في مسلسل تركي اللي كان مبارح الحلقة الأخيرة تلوه هون 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 بمكة هذا ما فقها حق العبادة لذلك وتزودوا فإن خير الزاد التخوى والتقوني يا أولي الألباب كانوا يروحوا على مكة ويعدوا بعدوا شهرين كان قالوا وين سبحان الله يا أخوان الكرام تغيرت الدنيا شهر روحة وشهر إيش جي ويبعثوا مرسيل ومكتيب لأهلون أنه نحن هلا وصلنا للمدينة ومدري إيش وكذا وهي هلا يومين مكة وخمس ستة أيام مدينة عشر تيام وسلامون على المرسلين والحمد لله رب بدأك حج مبرور حج مبرور بده عبادة بده صبر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج شفت اتنين بساحة الحرم عم يتخانقوا بالحج يوم تماني قبل ما أطلع على العرفات لابسين مناشي في الحج بقى اشتد الهي مسك الشنتين وضربوا على راسه وشجوا ليش الحج هذا هو الحج حتى تتهذب أخلاقك سبحان الله بتفوت واحد بين عراك وهي ما رأيت شيء يهذب سلوك الإنسان في الحياة مثل الحج ليش لأنك هلا بالحياة الدنيا مقامات هاد أب سيارة هاد بلى سيارة هاد معه مرافق هاد بلى مرافق هاد معه ناسه تحوله الطريق مرة كنا نازلين في مرة نزلت من 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 عرفة إلى ميناء ماشي اسمعت عيدة صعبة صعبة جدا والله لأنه الانسان كمان النعل تبعه يعني بلى ما يصور له شيء وصلت عند المشعر الحرام سبحان الله بوقف أنا ومنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ونذكر الله كما قال الله عز وجل واذكر الله عند المشعر الحرام فلاقيت سيارات شرطة بس زحمة مغفلة الطريق وليفتحوا الموكب ل يعني سمو أمير منطقة مكة المكرمة صلينا وقعدنا وطريم ذكر طلع لا في لا في أمير ولا في حقير ولا في وضيع ولا في غني ولا في ثري كلكم سواسية لابسين إيش؟ لبسوا لباس البيض شاراتي رضا ما بتعرف حدا من حدا ما فيه والله واحد بالبس أسود واحد بالبس أخضر واحد بالبس أحمر لذلك يهذب السلوك سلوكك أنت في الحياة لك صبر هذا جاع هذا إيش؟ يعني صار معه الدخة هذا اللي معه الضغط هذا بده يعود ويصبر ويذكر الله حتى تتهذب النفس مرة كنا نازلين في عرفات تذكر الطريق مع دمشي ولا بحركة ولا بسكنة والله أربع ساعات وخمس ساعات إيش أخصر يعني يحكي كلام ما لهم دوزا قال لي ليش الله حابسنا الحبسة تقول له الله حابسنا الحبسة بشانك في كم زنب لسه ما هروا بل كيف تصبر بهروا ولا ما هروا بعرفات إذا لسه اطلعنا من عرفات وعندك هذا اللسان الصليت التي تعترض به على إيش؟ على أمر الله عز وجل لذلك فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة هاي أساسيات إن فعلتها في حياتي كنجحت تبدأ بفعلها وين؟ بالحج صبور صبور طوف يجي الإنسان سبحان الله كان أيام زمان كنا الحج قبل الألفين كانوا يقولوا خشب خشب ويجيبوا هدول الأحباش اللي من إثيوبيا ولي ويعملوا يعني الواحد بده يتحاشاهم بينه وبينه مترين لأنه إذا بدأ إذا بدأ فيك دقة واحدة من بتذكرون ها يرفع إيده اللي بتذكرون قبل قبل الألفين قالوا عشرين سنة ما عند جابوا قالوا صارت عربات ألا تعملها هيك على الكهرباء بتمشي صاروا لهم مطاف سبحان الله تغيرت للدني سمعت كان في دراسة عميساوها ما عرف يعني نساوها أنه يصاووا شاط مثل السلم الكهربائي شلون بصيد للعجز والهي مرة شفت أخ بالمسعة شفتها حقيقة هدول اللي بيوقفوا عليه هنا بيمشوا هدول الأطفال الصغار هي خطيرة اللعبة قاعدة مركبها وماشي بالمسعة المسعة مو الله يرحم الشيخ بشير الباني قد يسره خلصنا طواف نالوا سيدنا من نطوف بمعيدا فأنا بطوف بالطابق الثاني يعني أسهل يعني الطابق الأول زحمة قد يقول له سيدنا من نطلع لفوق اللي لا اللي هون طاف هون سعى النبي المسعة اللي هون سعى النبي اللي من نسعى بالمسعة اللي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بركب تجي رجلنا على الإرنى اللي سعى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فننال من بركاته يا الله شوف وين عقله وين عقله وين روحه هاد بده يعني يركب بالبوتناج وهاد اللي إيش بده يركض بالطواف حتى يخليص لك الطواف عبادة لك الطواف من أعظم القربات إلى الله عز وجل لك الطواف يعني هل صار حتى أنا بظن إذا تيسرت للناس حجهم في هذا العام الله ما يحرم شغلة صعبة والله يا أخوان الكرام شغلة صعبة حتى رمضان الآن صعب يعني شوفوا الأمراض وكل يوم كل ساعة بتسمع خبر يعني كلها الآلاف الآلاف أنه يجتمعوا ضمن هاي الأمراض إذا ما لأقول حل هاي هاي شغلة كتير كبيرة بصير الإنسان بده يطوف طواف القدوم وطواف الإفاضة ويمكن طواف الوداع وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين كانوا الناس كلهم يطوفوا بكل صلاة طوف سبحان الله أنا كنت وصيهم أنه يطوف الإنسان بعد الفجر وبعد العشاء بعد الفجر سبحان الله الطواف بعد الفجر بتسمع شوف الطير فوق 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 الحرم صوته هو عم يسبح يذكر الله عز وجل وبعد العشاء وسبح بحمد ربك قبل طلوع الفجر وقبل الغروب هلأ أظن أنه أنا في أخ بعرفه يعني يوم الجمعة الماضية صعب صعب قال لي طواف فيه بس سعي ما في لحد الآن العمر وافي ما وافي بيجي يوم يعني لا سمح الله أنه يوقف في الحج نسأل الله عز وجل أنه ما يكون حج مبرور هي بده نفقه وبده توبه وبده رفيق وبدك تكتب وصيتك وبدك أنت أصلا تخفف من الدنيا ليش الواحد يلبس لباس الإحرام حتى تخفف من الدنيا نحن نشوف الأخ لما عم يطلع والموالي والأكل والشرب لك هذا اللي أكل همه لك روح روح هنا هنا سيدنا عمر قال هنا تسكب العبرات هنا سبحان الله من فضل الله عز وجل على على الحجاج أنه جعل مكة كلها حرم تصور لو لو الحرم يعني لا تنالوا الثواب إلا في الحرم على المدينة ما تصلي في الحرم مكة كلها حرم إلى حدود طبعا ما تشوف المصحف لما بتفوت هون هلأ صارت إيج الذنب بمئة ألف الإمام أبو حنيفة متى يخلص الحج دغني يمشي رابع يوم يقول لهم مالي وللإقامة في بلد الذنب فيه بمئة ألف حسب إيش حتى للذنوب متى ما أنت دخلت إيش حدود مكة كلها يعني لو أعد بفندك عود للعبادة وطلب من الله عز وجل نبي عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة لو الواحد كل خمس سنين كل سبع سنين صح له وأنه يروح معلش واحد بيختم فيها إيمانه وحياته بيختم فيها حياته وفي القرب من الله عز وجل بتجدد بتجدد الإيمان إن شاء الله ربي عز وجل ما بيقطعنا والكعبة اللي عم نشوفها بالتلفزيون نشوفها يعني مشاهدة نكحل العين برؤيها ما في أعظم في أخ اللي زرت مشارق الأرض ومغاربها ما خليت منتج ما رحت عليه في الدنيا اللي ما رأيت أجمل من الكعبة ما رأيت أجمل من الجلوس في روض النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يرزق الحاضرين والسامعين حج مبرور حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة اللهم ربنا تقبل منا يسنل الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر